القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا لم يكن بغالب المنصور رجلا معروفا في الفندق بل هم قلة أولئك من بين الجيران من يعرفون عنه أكثر من كونه متزوجا بنت عمه رحمة وأن له منها بنتا وحيدة اسمها نوال قلة هم الذين يعرفون أن بغالب الذي جاء من العرائش ليستقر في الفندق لا يعمل منذ عدة أشهر وفجأة صار اسم بغالب المنصور متداولا في مكاتب مفوضية الشرطة صباح الخامس عشر من أبريل من العام ثمانية وألفين في الساعة الأولى من العمل تقدمت السيدة رحمة المنصور إلى مفوضية الشرطة تريد تسجيل شكاية ضد زوجها وابن عمها بغالب المنصور كانت ترافقها بنتها نوال قالت للضابط الذي استقبلها إن زوجها اغتصب ابنته البارحة مساء وجد الضابط نفسه أمام قضية اغتصاب محارم ولذلك أبلغ على الفور رئيس المفوضية العميد محمد عتيق الذي أختر الوكيل العام للملك وبما أن الضحية المفترضة فتاة في الرابع عشر من العمر هي نوال بنت مشتكى به فقد كانت تعليمات الوكيل العام للملك أن توكل القضية إلى العميدة فاطمة مرزوق المكلفة بفرقة الأحداث في ولاية أمن تتوان كان على العميدة أن تقوم بتحريات لازمة بدءا بعرض الطفل نوال على طبيبة متخصصة ثم اعتقال الزوج والأب بغالب المنصور ووضعه رهن الحراسة النظرية إلى أن ينتهي البحث ويتم تقديم الملف مع كل أطراف القضية أمام الوكيل العام للملك وكذلك سارت الأمور تولت الدكتورة عائشة خدي الطبيبة المتخصصة فحص الطفل نوال وأكدت أنها لم تفقد عذريتها وتحفظت الطبيبة على القول بأن الفتاة فعرضت لعملية اقتصاب قالت إن المعلومات التي نطقت بها الطفلة تبقى مبهامة ونصحت العميدة فاطمة مرزوق بعدم الانسياق وراء ظاهر الأمور كان فيما خلصت إليه الدكتورة عائشة خدي ما يكفي ليجعل العميدة فاطمة أمام قضية جد معقدة الفتاة ومن ورائها أمها رحمة تؤكد أن والدها اغتصبها مساء البارحة إذ كان في حالة غير طبيعية والطبيبة تنفي أن تكون الطفلة نوال تعرضت للاقتصاب ما الذي قالته الطفلة في تصريحاتها الأولى للشرطة قالت نوال إنها مساء الاثنين الرابع عشر من أبريل بينما دخلت منزل عائدة من المدرسة وجدت والدها بغالب المنصور في انتظارها قالت إنه كان في حالة غير طبيعية لعله كان سكرانا قالت الطفلة أضافت أنها حسبته سيضربها كعادته إذ تأخرت قليلا عن العودة إلى البيت ولكنه فاجأها بأن طلب منها أن تنزع ملابسها ولما ارتدت ملابس النوم فاجأها بأنقادها إلى الفراش كذلك قالت الطفلة ما صرحت به نوال ينسجم مع ما خلصت إليه الطبيبة التي فحصتها والتي لم تكتشف أي أثر للاختصاب أو محاولة للإفتضاد بقي على العميدة فاطمة مرزوق أن تلم بالحياة التي كانت تحياها هذه الأسرة قبل أن تطرق رحمة وابنتها باب مفواضية الشرطة بالفندق صباح ذاك الخامس عشر من أبريل من العام ثمانية والفين قالت رحمة المنصور إنها تزوجت ابن عمها بغالب المنصور قبل خمسة عشر عاما قالت إنه كان يعمل نجارا في أحد النواد الشاطئية ولكنه منذ أن فقد عمله صار عدواني الطبع ويكثر من السكر ويلجأ إلى العنف عند الأسباب الأكثر تفاهة قالت إنه لم يكن يستثن ابنته الوحيد نوال ولذلك ساءت العلاقة بينهما ذكرت رحمة أن عداء زوجها زاد لما تمت ترقيتها هي إلى رتبة رئيسة فرقة التنظيف في نادي طيران كانت العميدة فاطمة تصغي باهتمام كبير إلى ما تقوله المرأة المقبلة على العقد الرابع من العمر وصلت في روايتها لتدهور علاقتها بزوجها إلى يوم الرابع عشر من أبريل قالت إنها عادت إلى المنزل في حدود ساعة الثامنة مساء فوجدت نوال ابنتها طريحة فراشها وهي تبكي قالت إنها في البداية رفضت أن تفضي إليها بسبب بكائها ولما ألحت عليها أبلغتها بالخبر قالت لها إن والدها بغالب المنصور اغتصبها ثم بعد أن وقع ما وقع صار يبكي ويطلب من ابنته أن تسامحه قالت رحمة أيضا إنها لحظة دخلت البيت لم يكن بغالب موجودا انتظرت الصبح وتقدمت رفقة نوال إلى مفوضية الشرطة بالفندق تم القبض على بغالب المنصور ضبط في مقهى في الفندق وهو يلعب البارتشي مع ثلة من أصدقائه اللعبة ذائعة الصيد في مدن شمال المغرب لما أحضر بغالب إلى مكتب العميدة بعد أن بلغ سبب القبض عليها فاجأه أن تتولى امرأة البحث في هذه القضية وقد جهر برفضه أن يوكل ذلك إلى امرأة ولكن العميدة فاطمة مرزوق هدأتها أقنعته بأنها لما أدت القسم عند تخرجها فإنها أقسمت بصفتها عميدا للشرطة وأنها لن تنحازل أي طرف مهما كانت الظروف بدى الرجل وقد اطمأن وبدأ الاستماع إليها قال بغالب إنه عصر الثلثاء الخامس عشر من أبريل من العام ثمانية والفين كان في المقهى يلعب البارتشي مع بعض أصدقائه لما حضر مفتشة شرطة للقبض عليها قال إنه لما مثل أمام الضابط الذي تكلف بالبحث عنها فوجئ بأنه متهم باغتصاب ابنته نوال وصف بغالب تلك التهمة بالسخيفة بعد ذلك أدخلت نوال ابنته الوحيدة قال إنه كان يظن أنها ستنفي عن والدها تهمة اغتصابها لتذكر الحب والحنان الذي يخصها بهما لكن لا شيئا من ذلك حدث كاد الرجل يفقد عقله لما أكدت نوال وبحضور والدتها رحمة أن والدها اغتصبها في تصريحاته أمام العميدة فاطمة مرزوق قال بغالب المنصور إن ابنته وهي تؤكد اتهامه كانت تحت تأثير من والدتها وكانت تنطق بما لقنتها إياه كان من الطبيعي جدا أن تسأل العميدة بغالب المنصور عن سبب هذا الذي يعتبره عداء من قبل زوجته عداء مضى إلى حد اتهامه باقتراف أبشع ما قد يقوم به أب إذا أبنته تنفس بغالب نفسا عميقا كانت عيناه تدمعا إنه الطمع لقد انحازت إلى جانب والدها في نزاعه مع والدي حول قطعة أرض تقع في الملليين بأطراف تتوان ذكر بغالب العميدة بأن رحمة بنت عمه وأن والدها شقيق أبيه يسعى إلى الاستحواذ على قطعة أرض آلت إليهما من والدهما وتقع في الملليين وأن المسألة معروضة الآن أمام القضاء هل كان ذلك سببا وحيدا ليبلغ عداء رحمة لزوجها وابن عمها إلى هذا الحد سؤال في جملة أسئلة صارت تطرح على العميدة فاطمة مرزوق التي لم تسقط من حسابها أن يصح اتهام بغالب باغتصاب ابنته هل اغتصب بغالب المنصور ابنته نوال كما تدعي ذلك وكما تدعيه زوجته رحمة كان ذلك هو السؤال الكبير الذي تسعى العميدة فاطمة مرزوق إلى الإجابة عنها القضية مطروحة على الشرطة منذ أن تقدمت رحمة المنصور بشكاية في الموضوع ضد زوجها الذي هو في الآن نفسه ابن عمها إلى مفواضية الشرطة في الفنيدق الطبيبة المتخصصة التي فحصت نوال ذات الأربعة عشر عاما خلصت إلى أن الفتاة لم تفقد عذريتها كما أنها لم ترصد على جسمها أثرا يدل على تعرضها للإغتصاب حين الاستماع إلى بغالب المنصور قال للعميدة إن ابنته إنما ادعت ما ادعته بتحريض من أمها لما سألته العميدة فاطمة عن سبب كل هذا العداء الذي تكنه له زوجته التي هي في الوقت نفسه بنت عمه قال إنه الطمع أرادت العميدة أن تعرف المزيد قال بغالب إن عمه والد زوجته أراد أن يستأثر بقطعة أرض وأن يقصي شقيقه والد بغالب من الإرث الذي آل إليهما من والدهما مضى الرجل الذي لم يعد يتحكم في دموعه إلى أن تلك القطعة الأرضية تقع في الملليين بأطراف تطوان وقد كانت فيما مضى منطقة قروية ولما امتد إليها المدار الحضري اكتسبت أهمية عقارية كبرى إذ تحولت المنطقة إلى قبلة جديدة للمنعيشين العقارين صرح بغالب بأنه نصح زوجته بالتزام الحياد في هذا النزاع القائم بين والديهما حتى لا ينعكس أثره على حياتهما الزوجية كان والد بغالب الشقيق الأصغر لوالد رحمة وكان قد استقر بالعرائش قبل عدة عقود وقد استغل الشقيق الأكبر ذلك وسعى إلى تسجيل القطعة الأرضية في المحافظة العقارية باسمه ودون ما تقديم وثيقة الإراثة تطور النزاع بين الشقيقين إلى قضية تتوالى أطوارها في المحكمة لم تلتزم رحمة الحياد كما طالبها بذلك بغالب قال إنها صارت تستغل ما لديها من علاقات في نادي الطيران لترجيح كفة والدها وتمكينه من الاستحواذ على الأرض لم يتردد بغالب وباح للعميدة فاطمة بأنه يشك في كون رحمة تقيم علاقة مشبوهة مع الخبير الذي عينته المحكمة للبت في النزاع وأنه لا يستبعد أن يكون ذاك الخبير هو الذي أوحى لها بأن تنصب له هذا الشرك وأن تدفع بابنتهم الوحيدة إلى اتهامه باختصابها قال إنه يظن أن الغرض مما قامت به رحمة هو حمل والده في نهاية المطاف على تقديم تنازل عن الدعوة التي رفعها ضد شقيقه والد رحمة في شأن أرض الملليين لم تتمكن العميدة فاطمة مرزوق من الوصول إلى ما يبين الحقيقة في هذا الملف ولذلك أعدت تقريرا مفصلا تأسيسا على أقوال أطراف القضية دون إغفال خلاصات الطبيبة التي فحصت الفتاة نوال وقدمت الملف والأطراف إلى الوكيل العام الملك لدى استئنافية تطوان مع ذلك لم يكن عملا هينا ذاك الذي قامت به العميدة فاطمة مرزوق فقد تسنى توضيح روايات كل طرف لموضوع الشكاية الاختصاب المفترض الذي تعرضت له نوال من قبل والدها أوكل ممثل النيابة العامة إلى أحد قضاة التحقيق أمر البت في الملف وأمر أن يمثل أمامه الأطراف كان الموضوع يقتضي الانتظار بعض الوقت ولذلك أبقي على بوغالب رهن الاعتقال الاحتياطي لما أعيد إلى السجن صارت تحاصره كوابيس ما تتهمه به ابنته دخل في إضراب عن الطعام لم تكن بنيته بالقوية ولذلك بعد أسبوع واحد خارت قواه وقد أبلغت النيابة العامة بامتناع بوغالب عن الأكل وباكتفائه بالماء ما قاله بوغالب في شأن دوافع زوجته إلى معاداته حتى هذا الحد كان من الأمور التي رأت النيابة العامة ضرورة تمحيصها والبحث فيها صحيح أن الرجل كان عاطلا عن العمل منذ بضعة أشهر وأنه صار عالة على زوجته رحمة ولكن ذلك لا يكفي لتبرير الذهاب إلى حد اتهامه باغتصاب فلذة كبده تأسيسا على ذلك تقرر وضع رحمة المنصور وابنتها نوال تحت المراقبة كانت رحمة تعمل في مخيم لنادي طيران كان للشرطة في ذلك المخيم مخبر قال إن رحمة المنصور امرأة سيئة السمعة بين زملائها وزميلاتها وأنها تقيم منذ فترة علاقة مشبوهة مع المسؤول الأول عن المخيم وأن ذلك هو ما جعلها تستفيد من الترقية إلى رئيسة لفرقة النظافة في المخيم أبعد من ذلك قال المخبر إن رحمة تواطأت مع رئيسها عاشيقها لطرد زوجها من عمله في نادي الطيران وبذلك صارت لها حرية اللقاء بعشيقها متى شاء كما أنها كانت تختلي به لساعات في مكتبه كل ذلك أكسبها سمعة سيئة بين زملائها وزميلاتها وبما أنها صارت رئيسة فرقة النظافة فلم يكن من بينهم من يجرؤ على الكلام تمكن مفتش شرطة تولى مراقبة رحمة من التأكد من صحة ما قاله المخبر بينما كشفت التحريات التي فتحت حول نوال أنها ترتبط بعلاقة صداقة قوية مع إحدى زميلاتها في المدرسة ولذلك فإن المحققين ارتأوا التركيز على زميلتها تلك اتصلت العميدة فاطمة مرزوق بوالدة زميلة نوال وصديقتها وأقنعتها بالتعاون مع الباحفين بعد يومين علمت العميدة أن نوال أفضت إلى صديقتها وزميلتها بأن والدتها هي التي أرغمتها على القول بأن والدها اغتصبها كانت نوال تبدو حزينة لقد ربطت الفتاة بين إجبارها على اتهام والدها باغتصابها وتطور العلاقة الغرامية لوالدتها مع المسؤول الأول عن مخيم نادي الطيران صار يوصلها بسيارته حتى باب المنزل وكانت تقبله وهي تودعه كانت نوال كثيرا ما رأتها وهي تفعل ذلك في السجن كان بوغالب يواصل إضرابه عن الطعام فقد قواه ورأت العميدة أن إخبار نوال بالحالة التي آل إليها والدها ربما سرع وطيرة الكشف عن الحقيقة استدعيت نوال إلى مكتب قاضي التحقيق وتم استدعاء مساعدة اجتماعية وكان بوغالب قد أحضر قبلهما إلى هناك لما دخلت الفتاة صدمها أن رأت والدها على كرسي متحرك حاولت أن ترتمي في حضنه ولكنه أشاح بنظره عنها دون مقدمات مضت الفتاة في حديثها أمام قاضي التحقيق إلى صلب الموضوع قالت إن والدها لم يغتصبها وما حاول ذلك ولكن والدتها هي التي أجبرتها على الدعاء ما ادعتها بعدما أوهمتها بأنه يقيم علاقة مع امرأة أخرى حاولت العميدة والمساعدة الاجتماعية إقناع بوغالب بإنهاء إضرابه عن الطعام الآن وقد ظهر الحق بإقرار ابنته بأنها اتهمت هزورا بتحريض من والدتها في تلك الجلسة تم الإفراج عن بوغالب المنصور وكانت المراقبة التي أقيمت حول زوجته رحمة قد مكنت من ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية مع رئيسها في العمل وبعد اعتقالها استدعي بوغالب إلى مكتب الوكيل العام للملك حيث سئل عما إذا كان يريد متابعة زوجته من أجل الخيانة الزوجية في نهاية المطاف تنازل عن متابعتها واشترط عليها أن تتخلى هي عن حق حضانة نوال ابنتهما لما تطرح القضية على محكمة الأسرة كان المحامي الذي تولى الدفاع عن بوغالب المنصور في إطار المساعدة القضائية قد تدخل أيضا في النزاع القائم بين الشقيقين والد رحمة ووالد بوغالب التمكن من الدفع بالقضية باتجاه التسوية التوافقية طلق بوغالب المنصور زوجته رحمة وعاد إلى العرائش برفقة ابنته نوال كان يرى أن كل متابعة ضد رحمة ولو أنها خانته ستسيء إلى العائلة برمتها بالنسبة لبوغالب العودة إلى العرائش كانت طيا لصفحة أليمة قطة خنفرة ظهرت في سبعينيات القرن الماضي في المغرب مجموعات غنائية عديدة كانت مرحلة جديدة في تاريخ الغناء ومع تميز العديد من تلك الفرق بالتجديد مع اعتماد التراث الفني الوطني أساسا ومنطلقا فإن فرقا كثيرة اختارت أن تقلد المجموعات الغربية من حيث الشكل وغالبا ما كان من وراء تلك الفرق الغنائية يختارون أسماء توهم متلقيها بأن الأمر يتعلق بفرقة غنائية أمريكية أو إنجليزية كانوا يتعمدون إدفاء لكنة إنجليزية أو أمريكية إمعانا في محاولة إبهار المتلقي في مدينة خنفرة نشأ الشاب حميد الحمديري في أسرة ميسورة الحال ترعرع طفلا مدللا وفر له أبواه من وسائل الترفيه ما جعله حين صار يافعا يميل إلى اللهو واللاعب ويرغب عن الدراسة كان يقضي معظم أوقاته في الاستماع إلى الموسيقى الغربية ومع إهمال الدراسة راكم النتائج السلبية كان مهددا بالفصل حميد الحمديري مع كل ذلك كان فتى متقد الذكاء ولكنه لم يكن يسخر ما رزقه الله به من الفطنة في التعلم والتحصيل سخر فطنته في التخطيط للوصول إلى سجلات أساتذته لتغيير النقط ذا عصيته بين زملائه كانوا جميعهم يعلمون أن حميد الحمديري لم يكن ينتقل من فصل إلى آخر إلا بتزوير النقط وبما أن حبل الكذب قصير فإن صاحبنا لما بلغ القسم الرابع من التعليم الثانوي وكان عمره 20 عاما جعل أساتذته يجمعون على قرار فصله من المدرسة هنا تبدأ مرحلة جديدة في حياة حميد الحمدير توسط له صديق لدى إدارة إحدى المؤسسات البنكية فأوجد له وظيفة تمكن في وقت وجيز من أن يصير مساعدا لأمين الصندوق يستقبل الزبناء ويساعد الأميين منهم على تحرير الشيكات تمكن حميد بفضل عمله في الوكالة البنكية من أن يضمن استقلالا ماليا عن أسرته تعاطى للموسيقى وباندفاع شديد كون فرقة من الشباب ورأسها كان صديقه القديم أمين الصندوق في الوكالة البنكية منذر البلاري يتولى في تلك الفرقة منصب مساعد الرئيس لقد زادهما نشاطهما الموسيقى قربا وقوى روابط الصداقة بينهما ركب حميد الحمدير الموشى واختار للفرقة اسما لا يخطئه السمع كاتكينس دو خنيفرا ومعناها قطة خنيفرا ولقد تعمد أن تكون كل الوثائق التي قدمها للإدارة مكتوبة باللغة الفرنسية كما تعمد الخطأ الوارد في الختم الذي اختاره لفرقته فبدل كلمة كينج كانت كلمة كينس ولغرض لم يعلمه إلا صاحبنا فقد جعل في وسط الخاتم عبارة المملكة المغربية كانت قطة خنيفرا وقد تيمن أصحابها فيما يبدو بالبيتلز خنافيس الإنجليز كانت فرقة تلاقي إقبالا في أوساط الشباب وصار رئيس الفرقة حميد الحمديري نجما متألقا تحوم حوله المعجبات من مغربيات وأجنبيات كان الشاب في قمة تألقه ونجاحه فرقة قطة خنيفرا تستدعى لإحياء السهارات في جهات البلاد وخاصة في فصل الصيف كثيرة هي الليالي التي أحيتها قطة خنيفرا على شاطئ مولايبوس الهام أو في مصطاف المهدي ومع أن دخل الفرقة كان قد بلغ أرقاما محترمة فإن صاحبنا ما لبث أن غارق في الديون كان إنفاقه يفوق بكثير مدخولة كان قد صدق أنه نجم وكان يرفض العيش وفق واقعه بدى يحلق عاليا ويتمنع عن الهبوط الأجر الشهري الذي يحصل عليه من المؤسسة البنكية لم يعد يكفيه لتمويل سهاراته الماشنة عمله في الوكالة البنكية جعله يتعرف إلى عدد من المقاولين ذوي أرصدة بنكية محترمة ولكنهم لم يكن لهم حظ من القراءة ولا الكتابة وسوس له شيطانه أن بإمكانه الاستحواذ على شيك أو عدة شيكات لملا يستعملها عند الحاجة انتظر حميد الحمديري مطلع الأسبوع ولما أتقدم واحد من أولئك المقاولين الذين يترصدهم وكان رجلا كثير الحذر والحيطة اقتطع من دفتر شيكاته ورقة لم يفطن الزبون إلى ذلك والواقع أن معاملاته السابقة مع حميد جعلته يضع فيه بعض الثقة في نهاية الأسبوع انتقل حميد الحمديري إلى فاس قام بعدة مشتريات وأدى بواسطة الشيك المسروق بعد أن وضع عليه توقيعا يشبه توقيع صاحبه بعد بضعة أيام كان حميد في الوكالة البنكية يتلقى الشيك المسروق سدد قيمته من حساب الزبون بدت العملية سهلة فكر الآن في سرقة خزانة البنك كان يعلم أن الخزانة الحديدية حيث يتم إيداع المتحصل من أموال المعاملات تغلق بقفلين أحدهما مفتاحه عند مدير الوكالة البنكية وثاني مفتاحه عند صديقه منذر البلاري أمين الصندوق كان يعلم أيضا أن مدير الوكالة يفتح قفله في الصباح ولا يعود إلى إقفاله إلا قبيل إقفال الوكالة البنكية مفتاح واحد يظل يتحكم في الصندوق الحديدي طيلة النهار وهو المفتاح الذي بحوزة أمين الصندوق تمكن من سرقة المفتاح من صديقه منذر ولكن إدارة الوكالة سارعت إلى تغيير القفل فحبطت المحاولة الأولى أثناء ذلك تقدم المقاول الذي سرق منه الشيك إلى إدارة الوكالة البنكية مستفسرا حول مبلغ تم سحبه من حسابه أبلغته إدارة الوكالة بأن الشيك سحب لحساب متجر كبير مشهور بمدينة فاس ولكن زبون أكد أن لا علاقة له بذاك المتجر أثناء البحث تبين أن من دفع الشيك هو موظف الوكالة البنكية حميد الحمديري حرست الوكالة البنكية على كتمان الأمر حفاظا على سمعتها أعادت إلى حساب المقاول المبلغ الذي سحب منه بواسطة الشيك المسروق واعتذرت عن الخطأ في الآن مع تحذيره من أن كل عمل يسيء إلى سمعة المؤسسة المصرفية المطرود منها سوف يجر عليه متابعات قضائية لم يعد حميد الحمديري موظفا في البنك وصار عاطلا عن العمل أوحى إلى نفسه بأن السفر إلى أوروبا ربما أنقذه مما هو فيه لم يكن لديه جواز سفر سرق جواز سفر شقيقه اقتلع منه الصورة ووضع صورته مكانها في تلك الحقبة لم يكن تزييف جواز السفر عسيرا لما ألسق صورته في الجواز كان ينقصها ربع طابع العمالة تذكر حميد الطابع الذي بحوزته والذي كان قد صنعه لفرقته الموسيقية قطة خنيفرة نذكر في بداية هذه القصة أن حميد الحمديري كان قد تعمد أن تكون كل وثائق الفرقة باللغة الفرنسية بما فيها الطابع نذكر أيضا الخطأ الحاصل في كتابة اسم الفرقة كات كانس دو كينيفرة كان الطابع الموضوع على جواز السفر مكتوبا بالفرنسية بروفنس دو خنيفرة كان ينقص من الطابع عبارة انس دو خنيفرة طابع الفرقة الموسيقية قطة خنيفرة كتب عليه كات كانس دو خنيفرة بعد بعد ان قام بعدة تجارب على اوراق دفتر استطاع ان يملأ الفراغ الذي بقي على الصورة التي وضعها في جواز سفر اخيه اكتملت عبارة قوذانس دو خينيفرا تمكن من السفر عبر ميناء طانجا دون ان يفتضح امره من اسبانيا سافر الى فرنسا ومن فرنسا التحق ببريطانيا حيث كانت تقيم شابة كان على علاقة معها اقام عندها فترة قبل ان يقفل عائدا الى المغرب عاد عبر ميناء طانجا دون ان يفتضح امره كانت فكرة سرقة خزانة الوكلة البنكية تهيمن عليها ولكن صديقه امين الخزانة صار يتعامل معه بحذر فقد اهتدى الى ان حميد هو من سرق منه مفتاح الخزانة سرقه منه بعد ان ناوله منوما وضعه في كوب عصير ولكن فكرة السطو على الخزانة تلح على الحمديري لقد صار لا يرى خلاصا من وضعه المالي المتدهور الا بسرقة خزانة الوكلة البنكية اشتد اسراره حسم امره سوف يسرق المفتاح من صديقه منذر ولو ادى الامر الى قتله خطته الجديدة تبدأ بمراقبة منزل صديقه استقدم من قرية مجاورة راعي غنم وعده بمبلغ مالي محترم لقاء مراقبة المنزل وابلاغه متى تيقن من ان منذر البلاري يوجد وحيدا في العاشرة ليلا التحق حميد الحمديري بالراعي الذي ابلغه بان منذر في المنزل وحيدا وانه اطفأ الانوار لعله خلد الى النوم رأى حميد ان الفرصة مواتية للانقضاض على منذر وسرقة مفتاح خزانة الوكلة البنكية تسلق الى البالكون كان منذر يقطن الطابق الاول تمكن حميد من فتح الباب تسلل الى الداخل ولكنهما اصيب بخيبة امل باب حجرة النوم منذر مقفل من الداخل قرر الانتظار وسط الظلام انزويا الى ركن كانا تعبين اغفيا ناما ولم يستيقظا الا على صراخ منذر الذي اكتشف وجودهما عندما خرج يهم الى الحمام بسرعة انقضى عليه امسك به الراعي بينما طعنه حميد بسكين فجأة اطلت امرأة من غرفة النوم كانت تصرخ وتستنجد فالحميد والقروي حضر الجيران الى الشقة ولم يتأخر وصول سيارة الاسعاف لم يكن منذر قد فقد الوعي لما وصلت شرطة النجدة قبل ان تخور قواه ابلغ عن اسم من اعتدى عليه لحسن حظه فقد كان في المستشفى نجى من موت محقق لم تجد الشرطة صعوبة في القاء القبض على حميد الحمديري لما قفز هاربا من شقة صديقه ضحيته اصيب بانزلاق عظمي في رجله اعترف ولكن اعترافه لم يكن كافيا تم نقله الى بيته الذي تم تفتيشه بحضوره وافراد من اسرته تم اكتشاف مفتاح خزانة البنك الذي سرق من منذر البلاري وافض التحقيق الى اكتشاف كل الادوات التي استعملت في تزييف جواز السفر القروي شريك حميد في الجريمة اعتقل عشرة ايام بعد ذلك كان شابا ساذجا لم يدرك حجم جريمته لقد وعده حميد بالف درهم لقاء ما قام به ظن ان الالف درهم الموعود بها ستحل كل متاعبه المالية قطع لحد زائدة لما غادر محمد العرب الطروب اجدير قرب الحسيمة في العام سبعة وثمانين تسعمائة والف وهاجر الى فرنسا كان يغمره حلم كبير بان يخرج من دائرة الفقر وينقذ منها عائلته ومع انه امضى زهاء عام كامل بلا عمل قار ولا وثائق اقامة قانونية فقد جاءه الفرج في العام الموالي وتمكن في العام ثمانية وثمانين من الحصول على عمل في احدى شركات صناعة السيارات بدأت مرحلة جديدة في حياة محمد العرب الطروب حصل على منزل عن طريق البلدية بسومة كرائية مناسبة وكان مطعم المصنع يكفيه تعب اعداد وجبات الطعام لقاء اثمنة معقولة وقد حارس على توفير ما يكفيه للقيام برحلة العودة الاولى الى الوطن الى اجدير نحن الان في عام تسعين في صيف العام تسعين كانت القرية كل القرية التي جاء منها بدائرة اجدير تعلم ان محمد العرب الطروب قادم بعد ايام من فرنسا وكذلك كان فقد حل محملا بالكثير من الهدايا الى امه وابيه وعدد من افراد عائلته واصدقائه القدامى من ابناء القرية في ذلك الصيف خطب له والده بنت عمه رحيم وقد بدى للجميع ان زواجه منها طبيعي جدا بل هو ما كان متوقعا ومنتظرا بعد ايام قفل محمد العرب عائدا الى مدينة ديل بفرنسا فقد مرت سريعة ايام العطلة كان عمه وابوه قد اتفق على ان يقيم حفل الزفاف في الصيف التالي وكذلك كان فقد حضر محمد العربي الى قريته في اجدير بعد عام من الكد والجهد اقامت عائلة الطروب حفل زفاف لم تشهد القرية مثله من قبل وزفت رحيم بنت عبد السلام الطروب الى ابن عمها محمد العربي وقد كان محمد حريصا على ان يقام حفل الزفاف في النصف الاول من عطلته وبذلك استطاع ان يمضي اسبوعين كاملين مع زوجته وحان موعد الرحيل وغادر محمد العربي عائدا الى فرنسا على امل الحصول في اقرب الاجال على وثائق التجمع العائلي التي تتيح له ان يستقدم زوجته رحيم الى فرنسا وان يلتئم شملهما تحت سقف واحد بعد بضعة اسابيع من عودته علم ان رحيم حامل وقد حفزه الخبر السعيد على تكفيف تحركاته ومساعيه لدى الدوائر المكلفة بالهجرة لما حل موعد العطلة الصيفية في العام 92 كان محمد العربي قد تمكن من الحصول على الوثائق التي تتيح لزوجته وابنته التي ولدت في الربيع الماضي ان تلتحق به في فرنسا كان جدها والد محمد قد اختار لها من الاسماء صفية سافر مع زوجته وابنته على متن الطائرة في ليل استقرت الاسرة الصغيرة في المنزل الذي اكتراه محمد العربي من البلدية كانت زوجته رحيم تقضي ايامها داخل البيت تعتني بابنتها صفية وتنتظر عودة زوجها اخر النهار لم تكن لها صلة بالعالم الخارجي الا ما كان من تلك الجوالات المحتشمة التي كانت تصاحب فيها زوجها داخل حدود الحي الذي يسكنون فيه وفي الغالب الاعم كانت تصاحبه الى السوبرماركت الموجود في الحي لشراء ما سيحتاجون اليه خلال الاسبوع رطيبة كانت تمر الايام وبالرغم من ان محمد العربي تمكن من شراء سيارة ووسع دائرة تلك الجوالات فان ايقاع الحياة لم يتغير كثيرا ذات صباح طرقت باب منزل اسرة محمد العربي الطروب مساعدة اجتماعية ارسلتها الشركة التي يعمل فيها محمد العربي لم تكن رحيم تعرف كلمة واحدة بالفرنسية كانت الريفية وسيلة التخاطب داخل البيت ولذلك لم تستطع التفاهم مع المساعدة الاجتماعية الا بالاشارات والايماءات افهمتها المرأة الفرنسية بان عليها ان تعرض طفلتها على الطبيب لما عاد محمد العربي في المساء ابلغته رحيم بزيارة المرأة الفرنسية في اليوم التالي نادت عليه ادارة الشركة وحثته على ان يمكن زوجته من تعلم اللغة الفرنسية حتى تستطيع التواصل لم يتقبل محمد العربي ذلك بسهولة كان رافضا في قرارة نفسه ولكنه خشي ان تكون للامر مضاعفات على علاقته بادارة الشركة فوافق ان تتابع رحيم دروسا لتعلم اللغة الفرنسية ولقد ابدت قابلية للتعلم بسرعة لم يكن ذلك ما استوقف محمد العربي ولكن الذي استوقفه تلك السرعة التي استبدلت بها رحيم هندامها فقد تخلت عن جلبابها المغربي واستبدلته بمعطف وبنطلون لم يكن محمد العربي القادم من اجدير قد تصور من قبل ان تتخلى رحيم بنت عمه عن الجلباد في اقل من سنة تعلمت رحيم اشياء كثيرة وتفوقت من بين زميلاتها في القسم القادمات من اقطار المغرب العربي كانت رحيم تستعد لتسجيل ابنتها صفية في احدى دور الحضانة وكانت تعي جيدا انها ملزمة بالتعلم حتى تستطيع التواصل مع ادارة الحضانة كان تعلم رحيم تحديا كبيرا واجهه محمد العربي فالى جانب تعلمها الفرنسية تعلمت اشياء كثيرة غيرت جوانب من سلوكها لم تعد رحيم تلك الفتاة الريفية الخجولة القادمة من اجدير احس محمد العربي بانها تعلمت ان زمن السيطرة للرجال قد ول ارادت ان تشتغل نعم ارادت رحيم ان تشتغل ويا لهول ما يواجهه محمد العربي كيف سينظر اليه ابناء القبيلة ممن يعملون معه كان يبدي ندما على استقدامه رحيم للعيش معه في فرنسا ولكنه في نهاية الامر انصاع للواقع الجديد كبرت صفية مرت السنوات مسرعة وها هي الان يافعة في ربيعها الخامس عشر لما اكتشف ان صفية تتخذ اصدقاء من بين الاولاد زمجر وازبد وارغى ذات مساء لما عادت من المدرسة كان محمد العربي في انتظارها لما عاب عليها ما تقوم به وحفها على التشبث بقيم مجتمع والديها واجهته بعبارات جارحة وصفته بالامي والجاهل والمتخلف لم يتقبل محمد العربي ان تهينه ابنته صفية اشتد غضبه كانت زوجته رحيم واقفة تتابع المشهد فجأة صفع ابنته صفية بقوة وقبل ان ترتد اليه يده امتدت الى خده يد زوجته وصفعتها تلك معركة اخرى خسرها محمد العربي اين هو الان من قيم اهله في تلك القرية النائية في اجدير باقليم الحسيمة هو يعلم الان ان ليس بمقدوره ان يسبح ضد تيار يراه جارفا في الوقت ذاته يرفض في قرارة نفسه التسليم بالهزيمة وبانه لم يعد يمسك بزمام القرار في بيته كما هو حال الرجال في قريته الريفية كتم غضبه كاد ينهي يومه في مخفر الشرطة اعتذر مرغما لزوجته رحيم خرج وهو يتحسس خده بينما دخلت صفية الى غرفتها باكية بعد تلك الحادثة لم تعد صفية تكتفي بالعودة متأخرة الى البيت بل كانت تسمح لنفسها بالتغيب عنه ليوم او يومين لم يكن والدها يجرؤ على مواجهتها وكانت تجد في امها خير نصير يذهب محمد العربي الى المعمل باكرا كل صباح ويعود في المساء منهك القوى ذات يوم لم يقوى على الصبر كانت صفية قد تغيبت عن البيت ثلاثة ايام حين عادت كان قد اتخذ قراره بتأديبها ضربها ضربا مبرحا في الواقع كان ينتقم لكرامته فقد صار عدد من ابناء قبيلته المقيمون في ليل يتهامسون سيرة ابنته صفية وعجزه على ان يتصرف كما يتصرف الرجال الذين كانوا يتلامزون لم يستقدموا عائلاتهم من الريف تركوها وراءهم في اجدير صباح اليوم التالي تقدمت صفية لدى مفواضية الشرطة بشكاية ضد والدها محمد العرب الطروب اشياء كثيرة تغيرت في حياة محمد العرب الطروب منذ ان استحب معه الى ليل بفرنسا زوجته رحيم كان يحس كان يحس بانه فقد كل مقومات الرجل وفق المعايير المعتمدة في قريته النائية في اجدير باقليم الحسيمة لم يعد يملك زمام الامور هو يلعن في قرارة نفسه اليوم الذي ولجت فيه رحيم مدرسة تعلم اللغة الفرنسية يذكر ان رحيم وقتها تخلت عن الجلباب واستبدلته بمعطف اوروبي وبنطلون الفتاة الريفية بنت عمه التي جاء بها من القرية لم تعد هيه تغيرت صارت تطالب كل يوم بالمزيد الى ان تملكت كل القرارات في الاسرة ابنته صفية وحيدته تشبعت بثقافة بيئتها الفرنسية وكان يريدها ان تكون بنت بيئة آبائها واجدادها كانت الحصرة تنهشه من الداخل هو يذكر انه ما اختار ان يقترن ببنت عمه رحيم الا طمعا في ان ترضع ابنتهما ثقافة الاباء والاجداد وهو الان يواجه فشله في كل لحظة همهامات ووسوسات ابناء البلد في ليل تؤجج كل يوم اكثر الاحساس بالمهانة لم يكن لينسى تلك اللحظة التي امتدت فيها يد زوجته الى خده لتصفعه بقوة كان قد صفع لتوه صفية هو يذكر بمرارة والم انه الرجل اضطر للاعتذار لدرحيم المرأة كان يحاول ان يكتم غيظه ولكنه لم يقوى على الصبر يوم عادت صفية الى البيت بعد غياب دام ثلاثة ايام يومها قرر ان يؤدبها وعلى طريقته ضربها ضربا مبرحا خرج من البيت وتوجه الى المقهى في زاوية منها اقتعد كرسيا وظل وحيدا يتجرع الامه حسب ان الامر قد انتهى عند ذلك الحد ولكنه كان مخطئا في صبح اليوم التالي توجهت الشابة صفية الى مفوضية الشرطة في الحي وتقدمت بشكاية ضد والدها كانت اثار الضرب بادية على وجهها وجهات مختلفة من جسمها بعد ساعات كان محمد العرب الطروب يمثل امام عميد الشرطة ليجيب على اسئلته كان في موقف لا يحسد عليه كان يجيب على اسئلة الضابط وفي قرارة نفسه يلعن اليوم الذي استقدم فيه رحيم معه الى فرنسا كان يردد لعناته في قرارة نفسه كلازمات كل اجابة انهى الضابط تحرير المحضر وسيق الرجل الى المحكمة كان يواجه حكما بالسجن ولكن تدخل مسؤول الاعمال الاجتماعية في الشركة التي يعمل بها حال دون ذلك اذ طالب باعطائه فرصة لمراجعة الذات واعادة النظر في تعامله مع ابنته حكم عليه بغرامة وبالسجن شهرا موقوف التنفيذ كما اجبر على التوقيع على التزام يتعاهد فيه بعدم العودة الى ما قام به اضحى محمد العربي يرى نفسه في مواجهة احتمال فقدانه للعمل وربما الدخول الى السجن او ان يبعد كانت قريته في اجدير تتراءله وكانت تحضره ذكريات من زمن الفاقة كان امام اختيارات صعبة عاد الى بيته لم يعد يتدخل في شؤون زوجته ولا ابنته ولكنه في اعماق نفسه كان يغلي حقدا وغضبا ويقاوم ان تظهر عليه علامات البركان المقبل على الانفجار كان يرى اسرته تتفكك رفعت زوجته دعوى تطليق ضده ما لبثت المحكمة ان استجابت لها وهكذا طرد محمد العربي من المنزل الذي اكتراه واستقدم اليه زوجته رحيم في حمأة الحزن الممزوج بالغضب تذكر محمد العربي احلامه القديمة يوم هاجر الى فرنسا ويوم عاد منتشيا باوراق الاقامة ويوم تزوج بنت العم شريط طويل من ذكريات بدأت في القرية باجدير وانكسرت على عتبات الحقائق الجديدة والواقع الجديد الذي صار محمد العربي ومن هم امثاله وافراد اسرهم يؤثثون فضاءاته هناك في المهجر الان وقد صار بلا سقف يأوي اليه صار ضيفا يتنقل بين منازل ابناء البلد فكر محمد العربي في سبيل يعيده الى البيت كان يريد لتلك العودة ان تكون مرحلة في الطريق الى الاخذ بالثأر وهكذا تظاهر بانه تبدل وبانه اخيرا تقبل الواقع الجديد بل انه احيانا كان يحرص على الامعان في تقبل الواقع الجديد في نهاية المطاف تمكن من اقناع مطلقته وابنته بان تقبل بايواءه تقبل ان تصحب ابنته خليلها الى البيت عاد صاغرا وكذلك كانت تريد له زوجته رحيم وقد ايقنت هذه المرة انه تغير نجح في التموية وفي اخفاء حقائق مشاعره بعد اشهر جاء الصيف كانت اسر المهاجرين المغاربيين تتهافت على المحلات التجارية تقتني ما ستحمله من هدايا الى الاقارب والاحباب ركب الموجة وتمكن من اقناع رحيم وابنته صفية بالسفر الى اجدير لقضاء عطلة صيفية وعدهما بانهما لن تنسيانها اشترى سيارة وحملها بعض الهدايا وما ستحتاجه الاسرة للاستجمام على الشاطئ المتوسطي للمغرب ولكنهما ان استقر به المقام في قريته باجدير حتى عاد الى سيرته الاولى جرد البنت صفية من جواز سفرها ودبر لها زوجا من شبان القرية كان قد فرض عليها ان لا تغادر بيت العائلة وثارت عليها يوم رأت الذي يخطبها كان شابا فلاحا متواضعا وزادت ثورتها اشتعالا حين علمت انها ستسكن معه في القرية تمكن ترحيم من التسلل والعودة الى فرنسا على صراخ صفية اقتحم عليها والدها الغرفة حاول في البدء ان يقنعها بصواب ما اختاره لها اعتبرت ما يقوله استفزازا ورأت في تصرفاته تراجعا ونقوصا عما عهدته فيه في المدة الاخيرة كان يصيح في وجهها وكانت تصرخ في القرية في اجدير لم يكن اي من افراد العائلة ليجرؤ على التدخل وان يحول بين الاب وتأديب ابنته ولذلك ظل الباب موصدا في لحظة ارتمت البنت على والدها وخدشت باظافرها الحادة وجهه صدها دفعها بقوة فسقطت وارتتم رأسها بالارض فجأه الذي حدث جلب بعض الماء ورش به جبينها ووجهها لم تستجب لم تتحرك ثم لاحظ انها لا تتنفس ماتت صفية خرج واغلق الباب بالنفتاح لم يتجر احد على فتحها مضى محمد العربي بعيدا كان يفكر في حل في مخرج من الورطة التي وقع فيها افضت به قدماه الى مقبرة في اطراف القرية كان الوقت عصرا كان جمع من اهل القرية يدفنون رجلا توفي في الصباح جلس بعيدا في ظل شجرة يراقب لما انفض الجمع لاحظ ان حارسا واحدا يتولى امر المقبرة في تلك اللحظات اخترقت مخيلته فكرة لما لا يأتي بجثة ابنته صفية ويواريها الثرى في هذه المقبرة لما حل الليل لف الجثة في ازار ابيض بعدما جردها من ملابسها لف الملابس ودسها تحت الفراش ثم حمل الجثة الى السيارة وقبل الفجر تسلل الى المقبرة كانت معه فأس نبش بها القبر الذي دفن فيه الرجل عصر الامس ازاح قطع اللحد المصنوعة من الخرسانة وضعها جانبا وضع جثة صفية فوق جثة الرجل اعاد قطع اللحد كانت جثة صفية تحول دون وضعها كلها بقيت منها اثنتان غطى الجثتين بالتراب ثم مضى عائدا الى المنزل في الصباح تظاهر بانه يفتح باب الغرفة حيث كانت صفية وفجأة صاح اين هي اين هي هرع اليه من في البيت قال ان صفية تمكنت من الهرب بل لامهم على غفلتهم توجه الى اجدير وصرح باختفاء ابنته صفية بعد يومين علمت رحيم وهي في ليل بخبر اختفاء ابنتها اتصلت بمحاميها وابلغته بانها تشك ان يكون محمد العربي هو من دبر اختفاء ابنته ما صفية سلمها المحامي رسالة حملتها وجاءت الى اجدير وسلمتها الى مفوضية الشرطة التي رأت ان تلك الرسالة ليست ذات قيمة لانها صادرة عن جهة اجنبية غير رسمية بعد ان ترددت لفترة على مفوضية الشرطة وعلى كل الجهات ذات الاختصاص سجلت شكاية ضد زوجها تتهمه باخفاء ابنته ما صفية ثم عادت الى فرنسا كانت الشرطة قد علمت بخلفيات النزاع القائم بين محمد العربي وزوجته في فرنسا شاع في القرية خبر اختفاء صفية واستنفرت مصالح الامن كل اعوانها والمتعاونين معها للحصول على كل معلومة تفضي الى معرفة مآل الفتاة ذات صباح حضر الى مفوضية الشرطة حارس المقبرة قال انه اكتشف ان قبرا حديثا تعرض للنبش قال ان قطعتي لحد وضعت بالقرب من القبر اثارة انتباهة ولما اقترب عاين اثر النبش قام باحداث حفرة ما لبثت ان اظهرت قدمين قال انهما قدم امرأة فقد طليت اظافرهما بالاحمر ابلغ العميد النيابة العامة التي ارتأت ضرورة نبش القبر كانت في القبر جثتان احداهما لامرأة تم نقلها الى مستودع الاموات استنتج الطبيب البلدي ان الشابة ماتت متأثرة بضربة في الرأس استدعى العميد والد صفية محمد العربي الطروب ورافقه الى مستودع الاموات هناك تعرف على الجثة كانت جثة ابنته وبما ان مطلقته تتهمه في شكايتها بتدبير عملية اختفاء ابنتهما توجهت فرقة من مسرح الجريمة الى منزل عائلة محمد العربي مكنت المعاينة من اكتشاف بقع دم بينت التحليلات المخبرية انه لصفية وتحت السرير تم اكتشاف ملابس القتيلة اعترف محمد العربي وكشف تفاصيل التفاصيل ترجمة نانسي قنقر